أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن المشاريع الإسكانية في طور التنفيذ لن تتأثر حتى نهاية 2017 بتراجع عوائد النفط لأن الميزانية قد تم إقرارها وضف الحمر في تصريحات صحفية أنه إذا استمرت برامج الوزارة وفق ما هو مخطط لها من دون معاوقات فسوف نصل إلى حالة التسليم الفوري لطلبات الإسكان لمستحقيها وقال الوزير إن الوزارة ماضيات في تنفيذ خطتها الهدفة إلى إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة وفق الخطة الزمنية المحددة وأنها أنجزت بالفعل حتى الآن أكثر من 13% من مجموع هذه الوحدات